سلام 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 على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة السابعة بعد العاشر البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك ذكرت لكم في الحلقة الماضية بأننا قد وصلنا إلى مرحلة الظهور وبينت لكم من أن حديثي في هذه الحلقات سيكون في مسارين المسار الأول يتضمن المعطيات التي يمكن أن نشكل منها تأريخا مستقبليا لمرحلة الظهور فالتأريخ هو رصد الأحداث والوقائع بحسب التقويم الزماني أكان ذلك في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أما المسار الثاني سيتضمن المعطيات التي يمكننا أن نشكل منها صورة لواقع الحياة حيث ستختلف صورة الحياة في مرحلة الظهور عما عليه الحياة اليوم البداية مع المسار الأول حيث المعطيات التي يمكن أن تشكل تأريخا مستقبليا لمرحلة الظهور قطعا لن أستطيع أن أسلط الضوء على كل المعطيات وإنما سأضع بين أيديكم ما يمكن أن يكون نقاطا دالة إنها إنها اللقطات الأهم مع ملاحظة أن الأحاديث والروايات التي بعيدنا لا تتحدث عن كل شيء ملاحظة مهمة لا بد أن أشير إليها ترتبط بالوضع العالمي وبوضع منطقة الظهور حينما نكون قد اقتربنا من يوم الخلاص النزاعات في كل مكان الاختلافات والخلافات ستكون موجودة بين البلدان وفي داخل البلدان أنفسها في جميع أنحاء العالم المنطقة التي نسلط الضوء عليها دائما منطقة الظهور ستكون الدول فيها مفككة لا يعني أن دول منطقة الظهور ستكون خلية من الحكومات الحكومات موجودة لكنها ضعيفة جدا المنطقة ستكون مفككة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي الكآبة ستهيمن على الناس جميعا في كل الأرض الناس قد جربوا كل شيء على مستوى الأنظمة السياسية وعلى مستوى أنظمة الحياة اليومية إنهم يبحثون عن جديد وبسبب أنهم لم يحثروا على ذلك الجديد هيمنت الكآبة واليأس بنحو واضح على الحياة مما جعل الناس يعيشون حالة لا مبالات يريدون أن يقضوا وقتهم هكذا ينتهي النهار ويأتي الليل يدفعون الحياة بأي طريقة ويعيشون بأي أسلوب يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا وينهموا وهكذا تجري الأمور وبدايات هذه الأوضاء قد بدأت تهيمن على واقع الحياة في المجتمعات الإنسانية المختلفة حدثتكم عن هذا الموضوع لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه لكنني وجدت من الضروري أن أذكركم بهذه النقطة حتى تكون الصورة متكاملة إلى الحد الذي يعطينا وضوحا كي تكون الفانوراما واضحة وبينة أمام أعيننا سأبدأ من هنا اخترت بعض كلمات لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمين إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين بيان فيه تفصيل إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يتحدث بخصوص ما جرى فيما بينه وبين معاوية من هدنة والتي عرفت بأنها صلح بين إمامنا الحسن ومعاوية هذا الكلام في مجلس معاوية ومع ذلك فإن إمامنا الحسن وهو يرد على أكاذيب معاوية تطرق إلى ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الموضوع حاضر في حديث أهل البيت في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة فأين زمان إمامنا الحسن بالحساب الدنيوي العادي وأين زمان الغيبة بل أين زمان الظهور ومع ذلك فإن إمامنا الحسن المشتبى في مجلس كمجلس معاوية وفي محضر كمحضر أتباع معاوية كان يتحدث بهذه المضامي فيقول إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وآخر الزمان ابتدأ منذ سنة ولادة الحجة بن الحسن لأنه يولد في آخر الزمان هذه ثقافة العترة منذ سنة ولادة إمام زماننا في سنة الخامسة والخمسين بعد المائتين للهجرة على ما هو معروف ومشهور قد يرد ذكر السنة السادسة والخمسين بعد المائتين للهجرة ما هو بفارق كبير منذ ذلك التاريخ ابتدأ آخر الزمان ولد الإمام بدأت إمامته الفعلية سنة ميتين وستين للهجرة وبدأت الغيبة الأولى وانتهت الغيبة الأولى سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة ومن هذه السنة بدأت الغيبة الثانية الغيبة الطويلة وقد طالت قرونا وقرونا نتمنى أن نكون في أواخرها حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر الكلب إنه الزمان الذي تسقط فيه القيم حيث لا توجد القيم إنه الزمان الذي تسقط فيه كل الاعتبارات إن كانت إنسانية أو كانت منطقية على الأقل على الأقل تسقط القيم والاعتبارات وتتلاشى الآداب الحقيقية بين الناس تتحول الحياة إلى مجموعة من البروتوكالات المزيفة إلى مجاملات ومصانعات سخيفة وهذا الأمر بدأ طلائعه بنحو واضح في حياة بني آدم على مستوى واقعنا الشيعي وعلى مستوى سائر المجتمعات في شتى أنحاء العالم حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره هذه العصمة ما المراد منها إنها عصمة عقولهم وقلوبهم أن يكون في المجموعة البترية في الزمان الذي يتحدث عنه إمامنا الحسن المشتبى هناك البتريون وهناك الزهرائيون في الوسط الشيعي ومر الكلام علينا في الحلقات المتقدمة عن صناعة البتريين وعن صناعة الزهرائيين حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس هذا الجهل بدين العترة الطاهرة الجهل مذموم بنحو عام ولكن الجهل الذي تتوجه إليه أنظار الأئمة وهم يتحدثون عن المشروع المهدوي الأعظم إنه الجهل بدين العترة الطاهرة حيث ينتشر الدين البتري اللعين حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته الجانب الإعجازي وفي الحقيقة إذا أردت أن أكون دقيقا في تعبير إنه الجانب الذي سيفعل الإمام المهدي ولايته التكوينية فيه أذا التعبير مجازي حينما نتحدث عن المعجزات المعجزات تجري ضمن القوانين وقوانين المعجزات هي جزء من الولاية التكوينية للإمام المعصوم يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض حتى يدين طوعا وكرها يملأ الأرض قصطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر إلا آمن به ولا طالح إلا صلح وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز إنها كنوز الأرض وكنوز السماء كنوز السماء الكنوز في الأجرام السماوية الأخرى وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين المراد من الخافقين المشرق والمغرب وهذا التعبير تعبير كنائي يشير إلى سعة ملكه يملك ما بين الخافقين أربعين عاما هذا التحديد بهذه الأرقام ليس تحديدا نهائيا خصوصا هناك بعض الأرقام يراد منها الكثرة الوفيرة الأربعون السبعون وأرقام أخرى نحن لا نستطيع أن نحدد زمانا للحكم القائم للعصر المهدوي من خلال الأحاديث لأن الأحاديث ذكرت العديد من الأرقام والذي نفقهه من لحن قولهم أنهم صلوات الله عليهم يريدون أن يقول لنا بأن الزمان المهدوية سيكون ممتدا سيكون طويلا يملك ما بين الخافقين أربعين عاما فطوب لمن أدرك أيامه وسمع كلامه هذه صورة إجمالية نقلت لنا الأجواء العامة التي سيخرج فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأنقل لكم لقطات من أحاديثهم ورواياتهم تخبرنا عما يجري في أول يوم من أيام مرحلة الظهور وفي المدة الزمانية التي سيكون فيها إمام زماننا في مكة كما قلت قبل قليل إنني لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل أولا لم تذكر لنا الروايات والأحاديث كل التفاصيل وثانيا إذا أردت أن أسلط الضوء على جميع المعطيات التي بين أيدينا سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات لكنني سأسلط الضوء على أهم اللقطات إنني أقرأ عليكم من غيبة الطوس محمد بن الحسن الطوس المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثمانين بعد المائتين بسنده بسند الطوس عن علي بن مهزيار قال قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه كأني بالقائمي يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام بين يديه جبرائيل ينادي البيعة لله هذا هو الشعار الذي يطلقه جبرائيل في مراسم البيعة المهدوية بين الركن والمقام في المسجد الحرام كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن والمقام بين يديه جبرائيل ينادي البيعة لله فيملأها عدلا صاحب الأمر كما ملئت ظلما وجورا خروج إمام زماننا سيكون في سنة فردية هذا واضح في حديث العترة الطاهرة الحديث قطعا عن السنوات الهجرية هكذا تعلمنا في ثقافة العترة الطاهرة من أن التقويم القمرية لشؤون الدين ومن أن التقويم الشمسية لشؤون الدنيا وهناك حلقات مختصة بهذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إليها من جملة حلقات برنامج ما بين واقعين ستجدون الكلام مفصلا بهذا الخصوص في ثقافة العترة الطاهرة التقويم التقويم القمري للشؤون الدينية والتقويم الشمسي للشؤون الدنياوية نحن نتحدث هنا عن شأن ديني وأي شأن إنه أهم شأن وأعظم شأن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم فحينما يكون الكلام عن سنواته فإن نظر الأحاديث إلى السنوات القمرية فظهور الإمام سيكون في سنة قمرية إنه التأريخ الهجري وإن كان التأريخ الهجري يعاني بعض الخلل بسبب سقيفة بني ساعد وخلفاء الجور الذين جاءوا من بعدها لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع ولكن الذي عليه الحساب في شؤوننا الدينية منذ زمان أئمتنا وإلى يومنا هذا الحساب يكون وفقا للسنوات القمرية الهجرية التي تعارف الناس عليها في بلاد المسلمين سيكون ظهور إمام زماننا في سنة قمرية هجرية فردية بداية الظهور ستكون في يوم الجمعة في التاسع من المحرم لكن الإعلان العام الذي سيوجه لجميع العالم سيكون في يوم عاشوراء من تلك السنة في يوم السبت ولذا عندنا روايات تقول من أن الظهور سيكون في يوم الجمعة إنه الظهور لأوليائه لأنصاره لخواصه الإمام قبل الجمعة يكون قد التقى ببعضهم ولكنه سيلتقي بهم جميعا في المسجد الحرام في يوم الجمعة هذه بداية الظهور إعلان الظهور سيكون في يوم السبت في يوم عاشوراء بالنسبة للتقويم الشمسي سيكون ذلك اليوم في اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار لأن الأحاديث أخبرتنا بأن الظهور سيكون في يوم النوروس يعبر عنه في الأحاديث بيوم النوروس مثل ما هو في اللغة الفارسية أو بيوم النيروس العرب عربوا هذه الكلمة ولذا جاء في الروايات من أن الظهور سيكون في يوم النوروس أو في يوم النيروس ويوم النوروس هو اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار إنه الشهر الثالث من السنة الشمسية هذا هو الذي نجده واضحا في أحاديث العترة الطاهرة سيكون الظهور في سنة قمرية هجرية بحسب الحساب المتعارف عليه بين الناس لأن الأئمة سار على هذه الطريقة وسار الأمر في الغيبة الأولى واستمر في الغيبة الثانية في سنة قمرية هجرية فردية وفي يوم السبت إنه يوم عاشوراء والذي سيكون موافقا بحسب التقويم الشمسي لليوم الحادي والعشرين من الشهر الثالث إنه يوم النوروس وكلمة النوروس تعني اليوم الجديد إذا أردنا أن نترجمها من الفارسية إلى العربية إنه اليوم الجديد إنه يوم الخلاص يوم البيعة لله أما يوم الجمعة فإن الإمام سيظهر لكل أصحابه لأنه قبل يوم الجمعة ظهر لبعضهم لكنه سيظهر لكل أصحابه لكل أنصاره وتبدأ الخطوات الأولى ليوم الظهور العالمي في يوم الجمعة في يوم تاسعة نذهب إلى فاصل موسيقى أنا مني الدر هويتك وأصبح وأصبح تميح ور هيا مي وبالغد وبالغد ريش هيدت إنك سيدي سيدي وغاية مرامي أنت جوهر فطرتي يا سراطي الجنة أنت ديني وقبلتي أنت جوهر فطرتي يا سراطي الجنة أنت ديني وقبلتي أنت ديني وقبلتي في أقضتي ومنامي أبعث لك سلام في أقضتي علي 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 أبعث لك يا إمامي يا إمامي وبيش شديد يا إمامي وبيش شديد منك ترجل مدد يا إمامي وبيش شديد منك ترجل مدد يا علي يا إمامي 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 أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 219 إنه الحديث العشرون بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام القائم لأنكره الناس لماذا؟ لأنه يرجع إليهم شابا موفقا شابا بحسب الأحاديث فإن الناظر إليه يقدر عمره ما بين الثلاثين إلى الأربعين هناك من يقدر عمره بأنه في الثلاثين وهناك من يقدر عمره بأنه في الأربعين ما بين الثلاثين إلى الأربعين أما هذا الوصف شابا موفقا هذا التعبير في لغة العرب حينما يصفون شابا بأنه موفق هذا التعبير يشير إلى جمال وجهه ويشير إلى جمال جسمه وبدنه فهو جسيم وهذه الصفة تعني جمال الجسم ووسيم تعني جمال الوجه والشعر الموفق هو الشاب الجسيم الوسيم الذي تحفو إليه القلوب ويكون ناجحا في منطقه وفي حركاته وأعماله ومراده هذا هو الشاب الموفق إنه تعبير عرفي هذا الذي سيكون بنظر الناس لو قد قام القائم لأنكره الناس لماذا؟ لأن الإمام عمره عمر الشيوخ لكن مظهره مظهر الشباب وهذا هو السبب الذي يجعل كثيرا من الناس ينكرون ذلك خصوصا أولئك الكبار السن في الزعامات الدينية وفي الزعامات المجتمعية يأنفون أن يكونوا أتباعا لشاب في هذا العمر حكاية أن الزعماء لا بد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن برنامج إبليسي شيطاني برنامج إبليسي شيطاني نبينا أئمتنا كانوا شبابا أصحاب نبينا وأصحاب أئمتنا كانوا شبابا اعتمد نبينا على الشباب أكثر مما اعتمد على الشيوخ وهكذا أئمتنا هذا المنطق الشيطاني الذي يهيمن على الواقع الشيعي من أن زعماء الدين من أن مراجع الدين لا بد أن يكونوا شيوخا طاعنين في السن لا علاقة له بدين العترة الطاهرة والأمر هو هو في الزعامات المجتمعية أو في الزعامات السياسية لا شأن لي بهذه المشكلة لكن إنكار الناس مرده إلى هذه الحالة النفسية التي تهيمن عليهم لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول فتنة هذه فتنة لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى صفحة 437 إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند الصدوق عن أبي الصلت الهاروي من أصحاب إمامنا الرضا عن أبي الصلت الهاروي قال قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم منكم إذا خرج أبي الصلت لا يسأل عن علامة للقائم قبل الخروج وإنما يسأل عن علامة للقائم إذا خرج حين الخروج قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم منكم إذا خرج فماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه علامته أن يكون شيخ السن غيبته طويلة علامته علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علاماته هذه علامة مهمة كثيرون لا يعلمون بها وإن من علاماته ألا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله سيبقى إمامنا بهذه الصورة ما بين الثلاثين إلى الأربعين إلى أن ينتهي العصر القائم مع أن العصر القائمية سيكون طويلا وممتدا امتدادا زمانيا واضحا هذه الرواية مهمة جدا أعيد قراءتها عليكم أبو الصلت الهروي يقول للإمام الرضا صلوات الله عليه ما علامة القائم منكم إذا خرج الإمام قال له علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله ونقرأ أيضا في أحاديثهم الشريفة في غيبة النعماني في صفحة الخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند النعماني عن يعقوب ابن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإمام الصادق يقول ليعقوب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه في يوم ظهوره فقلت بلى قال فدعا بقماطر القماطر وعاء تحفظ فيه الأشياء الثمينة قد يكون مصنوعا من الجلد أو من شيء آخر حقيبة حقيبة صندوق إذا كان الإنسان يملك أشياء عزيزة غالية عليه فإنه يحافظ عليها في إبقائها في القماطر فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس القميص الكرابيس هو القميص الأبيض المصنوع من القطن الطبيعي وأخرج منه قميص كرابيس فنشره الإمام نشر القميص فتحه بين يدي يعقوب إنه يعقوب ابن شعيب من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه فإذا في كمه في كمه الكم الردن ردن القميص كم القميص ردن الثوب كم الثوب فإذا في كمه الأيسر دم في الردن اليسرى من هذا من هذا القميص الأبيض الكرابيس هناك دم يعقوب ابن شعيب رأى دماً واضحاً لم يرى أثر دم فرقوا في التعبير لقد رأى دماً واضحاً ولم يرى أثر دم فإذا في كمه الأيسر دم فقال إمامنا الصادق يقول ليعقوب هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته حينما ضرب على أسنانه والإمام الصادق أيضاً لم يقل هذا أثر دم قال هذا دم مثل ما رأى يعقوب ابن شعيب رأى دماً على الكم الأيسر لذلك القميص فدعا بقمط ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمه الأيسر دم فقال الصادق عليه السلام هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم وفيه يقوم القائم يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله أرجعه إلى القمط ورفعه أخرجه من المكان فهذا قميص قائم آل محمد إنه قميص رسول الله هذا يذكرني بسخافة وتفاهة آيات الله العظمى في النجف وكربلاء حين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم ألا لعنة الله على فتاواهم ألا لعنة الله على فقههم ألا لعنة الله على حوزتهم تلاحظون تلاحظون أنهم بتريون في جميع الاتجاهات وتلاحظون أن إمام زماننا صلوات الله عليه يخالفهم في جميع الاتجاهات لذا أصر عليكم قارنوا بين الثقافة الزهرائية التي تسمعونها من قناة القمر وبين الثقافة البترية المرجعية الناصبية التي تسمعونها من فضائيات أولئك البتريين اللعناء من مراجع النجف وكربلاء هذه أحاديث العترة الطاهرة فأنا لا أحدثكم بشيء من عند نفسي لقطات جميلة واضحة إمام زماننا يقوم بين الركن والمقام وعليه قميص رسول الله وآثار رسول الله واضحة على هذا القميص دمه هذا دم رسول الله وماذا نقرأ أيضا في أحاديثهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن والسبعون نقله عن كتاب الفضل ابن شاذا بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا خسف بجيش السفياني هذه العلامة متى ستقع على أرض الواقع بعد ظهور إمام زماننا في مكة إنها معدودة في علامات الظهور ولكنها لا تقع قبل الظهور وإنما تقع بعد الظهور السفياني يرسل جيشا من الشام إلى الحجاز والروايات فصلت ذلك الشيء المهم في هذه الواقعة أن الجيش سيخسف به في بيداء المدينة الأرض ستبتلعهم لا ينجو من الجيش إلا إثنان بشير ونذير النذير يعود إلى السفياني كي يخبره بخبر جيشه والبشير يذهب إلى إمام زماننا كي يخبره بخبر الخسف الروايات تقول من أن الرجلين أخوان ومن أنهما من قبيلة جهينة ولذا في ثقافة العترة الطاهرة حينما يقولون وعند جهينة الخبر اليقين يشيرون إلى هذه الواقعة هذا لا يعني أن المثل لم يكن موجودا عند العرب في الجاهلية وله قصة وواقعة كلامي كان دقيقا قلت في ثقافة العترة الطاهرة حينما يقولون عند جهينة الخبر اليقين يقصدون هذه الواقعة لأن نذيرا وبشيرا هما أخوان وهما من قبيلة جهينة ولذا فإن نذيرا يذهب إلى السفياني وبشيرا يذهب إلى إمام زماننا وتخبرنا الروايات أيضا من أن الله سبحانه وتعالى يقلب وجهيهما فيكون وجه نذير ووجه بشير إلى الخلف بشير حينما ينقل الخبر إلى إمام زماننا فإن الإمام يرد وجهه إلى حالته الأولى وأما نذير فإنه يذهب إلى السفياني إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة إنه يوم الظهور إنه يوم عشوراء إنه يوم السبت إنه يوم النوروس إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه والقائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجيرا بها يقول هذا جانب من بيان الظهور أنا ولي الله أنا أولى بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم ومن حاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين إن الله تعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم الإمام هنا يخاطب العالم أجمع يخاطب الأديان طرا يخاطب أصحاب الأفكار والفلسفات في كل أنحاء الكرة الأرضية إلى أن يقول فأنا بقية آدم وخيرة نوح ومصطفى إبراهيم وصفوة محمد ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرته وأنشد الله من سمع كلامي لما يبلغ الشاهد الغائب إلى سائر ما جاء في هذه الرواية أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الروايات وكل الأحاديث إذ يترتب على ذلك أن أشرح كل عبائرها وحينئذ لا أجد وقتا كافيا لطرح المطالب المنتقات والمختارة التي أريد أن أطرحها بين أيديكم نذهب إلى فاصل لطم القروم قلبي يقول أهوى عايش أموت وياه قلبي يقول أهوى عايش أموت وياه أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله أنا أرضت علي محبتك من بادي التكوين وأنا بظهر دم صحت بايع تابو الحسنين تتبيح بسمك يا غلي وتشاهد تمرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين لما انفتحت العين وباب القلب مفتوح المن بس الحبيب الروح وباب القلب مفتوح وباب القلب مفتوح كل غالي أنسى بس علي لا والله ما أنسى أشهد أشهد بأنك يا علي أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله حدار يمش كثير عشق يا والدي المصباح وياك لي بعو عهد بأنك من عالم الأروح من عالم الأروح من عالم آرواح خليهم يسمعون أنا بعلي مجنون خليهم يسمعون يسمعهم زمعهم خليهم يسمعون أنا بعلي خارج حبك يظل وغزي الظهر ما فسره ومعنى أشهد بأنك يا علي إنت ولي خادم عيدة أشهد أشهد بأنك يا علي كرار حسين الكربلاء في سورة سبا الآية الحادية والخمسون بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد هذه الآيات لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا إلا من خلال تفسير العترة الطاهرة هذه الآيات تتحدث عن الخسف بجيش السفياني ترسم لنا صورة دقيقة لحالة ذلك الجيش فحينما يقتربون من المدينة لأن الأخبار قد وصلت إلى السفياني من أن الإمام قد ظهر في المدينة المنورة الإمام ظهر في المدينة المنورة ولكن بنحو سري من مراد من هذا الكلام ظهر بنحو سري ظهر من الغيبة ولكنه كان متخفيا كما يتخفى أي إنسان في حياتنا اليومية كان يتصل ببعض أصحابه لو كان في حجاب الغيبة لما وصل الخبر إلى السفياني لكن المخابرات هي التي تتابع حركة الإمام وصلت المعلومات إليهم من أنه قد ظهر في المدينة هذا الأمر يكون في أيام قليلة قبل أن يتوجه الإمام إلى مكة لهذا السبب أرسل السفياني جيشا إلى المدينة الإمام ليس موجودا في المدينة الإمام في مكة إنه يوم الظهور إنه يوم عاشوراء فلما توسط جيش السفياني البيداء في جهة قريبة من المدينة حدث الذي حدث الآيات تخبرنا عن الحالة النفسية التي سيكونون عليها ولو ترى إذ فزعوا هناك شيء مخيف قد لفهم وإذا بالأرض تموج تحت أقدامهم إنه جيش مسلح بالآلات والوسائل النقلية والأجهزة المدمرة جيش جرار الروايات تحدثنا عن مئة ألف وقد يكون هذا العدد للتكثير ربما يكون العدد أكثر من ذلك جيش جرار مجهز بكل الأسلحة التي تكون مناسبة لعصره في زمان ذلك الجيش ولو ترى إذ فزعوا هناك شيء مرعب ألم بهم ها هي الأرض تموج تحت أقدامهم ما هي بأرض طبيعية وقد بدأت تبتلعهم بنحو تدريجيهم الأرض ما ابتلعتهم دفعة واحدة وإنما بنحو تدريجي ستبتلعهم ولو ترى إذ فزعوا هذا هو الفزع والخوف فلا فهوت ليس هناك من نجاة وأخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم من تحت أقدامهم لم ترسل عليهم صواريخ أو طائرات لم توجه إليهم أسلحة من أمكنة بعيدة أخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم ولو ترى إذ فزعوا إنه رعب رعب فلا فوت لا يستطيعون النجاة بأي حال من الأحوال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به كحال فرعون حينما أخذه الغرق قالوا آمنا به آمنا بالقائم وأن لهم التناوش من مكان بعيد التناوش التناول أنا لهم أن يتناول الإيمان فإن الإيمان بعيد عنهم إنه قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا هذا هو الرعب الرعب الأسود ولو ترى إذ فزعوا إذ أخذت الأرض تبتلعهم وهم أحياء بكامل مشاعرهم وأحاسيسهم وإدراكهم وأخذت تلك الوسائل العسكرية تتلاشى تغيب في رمال الأرض ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لا مجال للنجاة وأخذوا من مكان قريب من تحت أقدامهم وقالوا آمنا به آمنا بالقائم وأن لهم التناوش من مكان بعيد الإيمان بعيد عنكم وقد كفروا به من قبل لقد كفروا بالقائم من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب في تفسير القمي إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الرواية طويلة مفصلة عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يحدثنا بها أبو خالد الكابلي فيما يرتبط باللقطة التي أشرت إليها في تلك الآيات من سورة سبع يخرج إليه يخرج إلى القائم جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ أقدامهم وهو قوله ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذ من مكان قريب وقالوا آمنا به يعني بالقائم من آل محمد إلى آخر ما جاء في الآيات وما جاء في الروايات الشريفة فهذا هو موطن حاجتنا حالة مرعبة يتحدث القرآن عنها وهذا التعبير تعبير غريب عجيب وجميل دقيق وهو يصف الحالة النفسية بدقة متناهية ولو ترى إذ فزع كلمات قليلة لكنه نقل لنا لوحة عظيمة هائلة إن القرآن يضعنا أمام شاشة وكأننا نرى فيلما سينمائيا ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا أهمنا به يريدون النجاة وأن لهم التناوش من مكان بعيد الإيمان بعيد عنكم لن تستطيع أن تتناولوه في غيبة الطوسي في الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه هناك تحريف في كل شيء الإمام سيغير بناء المسجد الحرام لأن التغيير قطال الكعبة في العصر الجاهلي وبعد ذلك طالها التغيير في زمان عمر وطالها التغيير في زمان عثمان وأخذ التغيير يطالها بين فترة وأخرى إلى زماننا ولذا فإن الإمام سيعيد بناء الكعبة مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى فهذا البيت قد بني منذ زمان أبينا آدم إبراهيم جدد بناءه حينما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت فإنهما قد جدد بناء البيت الذي بني منذ زمان أبينا آدم وحدث التحريف والتغيير والتبديل ولذا فإن قائم آل محمد سيعيد كل شيء إلى نصابه والأمر هو هو سيفعله إمامنا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لأن الخلفاء عبر التأريخ قد عبثوا بمسجد النبي الإمام يوسعه يوسعه كما هو يريد هو الذي يضع هندسة توسعته لكن لا بد من تشخيص المسجد الأصل لرسول الله مثل ما كان ولا بد من تطهيره من الذين دفنوا في بيت رسول الله دفنا غصبا وهذا ما سيفعله إمامنا صلوات الله وسلامه عليه سيأتينا هذا الكلام فيما بعد في قادم الحلقات القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول كذلك إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة الطوسي ليس دقيقا في نقل الروايات هناك ارتباك في الفاظ الرواية لكن المضمون الذي جاء في الرواية منتشر في الروايات والأحاديث فإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيغير بناء المسجد الحرام وسيغير بناء مسجد رسول الله حينما يوسع المسجد الحرام سيوسعه بحسب ما هو يريد بحسب الهندسة التي يريدها هو إنها الهندسة التي يريدها الله إن كان ذلك في المسجد الحرام أو كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في سائر البقاع الدينية المقدسة سيحاسب بني شيبة إنهم سدنة المسجد الحرام سدنة الكعبة نقرأ أو في غيبة النعماني هذه الرواية المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع في الصفحة الحادية والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند النعماني عن سدير الصير عن رجل من أهل الجزيرة الجزيرة هذا المصطلح هذا العنوان بحسب ما كان معروفا في ذلك الزمان وحتى في زماننا الجزيرة تطلق على المنطقة الجغرافية الممتدة ما بين العراق وسوريا وتركيا وتركيا وإلى اليوم تسمى الأراضي التي تمتد من الموصل إلى سوريا تسمى بالجزيرة وكذلك الأرض الممتدة في زماننا ما بين العراقي وسوريا والأردن والسعودية تسمى ببادية الجزيرة أيضا تسمى بالجزيرة أيضا قديما وحديثا إنها جزء من منطقة الظهور قد تطلق على بعض البقاع الأخرى لكن المعروفة في الأجواء العربية في ذلك الزمان حينما يطلقون الجزيرة يريدون هذا إنها منطقة الظهور المناطق المشتركة ما بين العراق وسوريا وتركيا ما بين العراق وسوريا والأردن والسعودية سدير الصيرفي يقول عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة هكذا كان قد نذر نذر لأمر من الأمور من أنه يقدم جارية للمسجد الحرام المسجد الحرام بناء وجدران قطعا الذين الذين يشرفون على المسجد الحرام على هذا البناء هم الذين سيأخذون الجارية عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة هذا الرجل من أهل الجزيرة يقول فلقيت الحجبة الحجبة يعني السدنة وحجبة البيت هم بنوا شيبة فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها هذا يذكرنا بسدنة العتبات المقدسة في العراق يذكرنا باللصوص المسؤولين الذين نصبهم السستاني في تلك العتبات هذا الرجل يقول فلقيت الحجبة السدنة فأخبرتهم بخبرها بخبر الجارية من أنني قد جلبت معي جارية نذرتها للمسجد الحرام وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك الحكاية هي الحكاية واللصوص هم اللصوص واوية واوية رجال الدين عبر التأريخ واوية واوية جمع لابن آوى في التعابير الشعبية العراقية واوي وتجمع على واوية ابن آوى في لغة العرب تجمع على بنات آوى فلقاية فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال لي جئني بها وقد وفى الله نذرك فدخلني من ذلك وحشة شديدة فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة من أصحاب هذا الرجل الذي هو من أهل الجزيرة فقال لي تأخذ عني تسمع مني الكلام فقلت نعم فقال أنظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود هناك رجل جالس بمحاذاة الحجر الأسود بالقرب منه فقال أنظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود وحوله الناس وهو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين صلوات الله عليه فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فعمل به هذا هو ولي الأمر هذا هو ولي المسجد الحرام وليس أولئك اللصوص والسفلة قال فأتيته فقلت رحمك الله إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي وقد أتيت بها وذكرت ذلك للحجبة وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك فدخلني من ذلك وحشة شديدة فماذا قال له الباخر يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك ابحث عن المحتاجين من الذين يحتاجون المال وهم هنا في مكة ممن انقطع بهم الطريق يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب لا تعطي الجارية لهؤلاء اللصوص إن البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقته الحكاية الحكاية هي الحكاية واقع اليوم هو هو واقع الأمس فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول أولاد الحرام باقر أهل البيت لا يدري ما يقول وأنتم تدرون ما تقولون يذكرون هذا بالبترية الأنذال بهؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الله العظمى فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول فذكرت مقالتهم لأبي جعفر فقال قد بلغتني أنت بلغتني كلامهم قد بلغتني تبلغ عني إذا ذكرت لك كلاما هل تستطيع أن تبلغه عني إليه قد بلغتني بلغتني كلامهم تبلغوا عني فقلت نعم قال فقل لهم فقل لهم قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة المراجع البتريون حينما يشاهدون هذا ينقل في الإعلام يجمعون كل قوتهم يجمعون حشدهم وقوتهم ويخرجون لقتال إمام زماننا ويمنعون الإمام من الدخول إلى النجف وكربلاء ويقولون له إن دين جدك في خير فنحن الحجبة هنا ونحن سدنة الدين فارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة فلما ذهبت لأقوم هذا الرجل من أهل الجزيرة يقول فلما ذهبت لأقوم قال إنني لست أنا أفعل ذلك وإنما يفعله رجل مني يشير إلى القائم إنهم يديمون ذكر القائم وإن كان الزمان بعيدا هذا هو شأن الأئمة فما شأننا نحن ونحن نعيش في أيامه لذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي وذكر القائم وإدامة ذكر القائم هو جزء من خدمته هو جزء من التمهيد لمشروعه الأعظام نذهب إلى فاصل نحن بدأ علي ابو يقل ها يا خو يبدأ مسمون وشتين يا والي والسي في نازل يمجبين يا يا والي أخبرت يا زينب أخبرت كبرج خبر لا تظهرين يا والي احنا من ابونا عايشين يا والي ترى وعالدي يروح من جهر يلا بايا بتشات زيانب بتشات زيانب ودمع العين دمسا وصاحة بفاتحة سدعي الأجمع بايا علي أبوي يا مبعيد من الدار تنشى يا مبعيد البلا من الدار يا أردت يا أردت يا أردت إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعم للصدوق من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الجزء الثاني صفحة 441 إنه الحديث العشرون بسنده بسند الصدوق عن أبي بصير قال سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله إمامنا الصادقة صلوات الله عليه كم يخرج مع القائم عليه السلام فإنهم يقولون إنه يخرج معه مثل عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً قال ما يخرج إلا في أولي قوة وما يكون أولي القوة أقل من عشرة آلاف وهذا واضح في الأحاديث هناك الأمة المعدودة الأمة المعدودة إنهم الثلاثمائة وثلاثة عشر هؤلاء هم الأمة المعدودة وهناك الحلقة 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 هؤلاء الذين عبر عنهم الإمام الصادق بأولي القوة هذه التشكيلة هي النواة الأولى للجيش البشري الآدمي لأن الأحاديث تخبرنا أن الملائكة ستكون في جيش الإمام هناك قوات الملائكة الأحاديث تخبرنا من أن الجن سيكونون في جيش الإمام القرآن أخبرنا من أن الجن كانوا في جيش سليمان في دولة سليمان النبي الروايات تخبرنا من أن دواب السماوات من أن قطان السماوات من المخلوقات الأخرى والتي إمكاناتها القتالية والعسكرية أقوى بكثير من الجن والإنس أولئك أيضا سيكونون في جيش الإمام نحن لا نتحدث عن دولة مهدوية بحدود الأرض إننا نتحدث عن دولة ستهيمن على كل الفضاء كل الأجرام السماوية وكل المجرات ستكون جزءا من هذه الدولة العظيمة الأرض مركز القرار مركز القيادة هذا هذا الجرم السماوي الصغير سيكون عاصمة لهذه الدولة الممتدة التي لا نعرف أين ستنتهي أطرافها لكن تشكيلة الأولى النواة الأولى للجيش البشري للجيش البشري سيشكل من الأمة المعدودة وهم القيادات ومن الحلقة إنها القوات الخاصة التي سميت بالحلقة لأنها تشكل حلقات تدور حول الإمام منظومة عسكرية خاصة هذه هي القوات المهدوية الخاصة تنظيمهم العسكري يكونون بشكل دوائر بشكل حلقات يكون الإمام في وسطهم هكذا يتشكلون عسكريا وهكذا حينما يتحركون إذن هذه النواة الأولى للجيش المهدوي البشري الأمة المعدودة ثلاثمائة وثلاثة عشر أولو القوة وهم الحلقة قوات النخبة القوة الخاصة عددهم عشرة آلاف إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يخرج إلا في أول قوة وهناك قوة خاصة به وما يكون أول القوة أقل من عشرة آلاف ونقرأ أيضاً في الصفحة الثانية والأربعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند الصدق عن عبد الله بن عجلان الكلام هنا الكلام هنا عن هذه المجموعة عن مجموعة الحلقة لأن القوة المعدودة طريقة تواصلها مع الإمام تختلف عن طريقة تواصل قوات الحلقة القوة المعدودة الأمة المعدودة تلك القوة لها طريق خاص بها للتواصل مع الإمام قبل الظهور وبعد الظهور أما مجموعة الحلقة قوات الحلقة هذه الرواية تحدثنا عن طريقة استدعائهم بسند الصدق عن عبد الله بن عجلان من أصحاب الصادق صلوات الله عليه قال ذكرنا خروج القائم عند الصادق صلوات الله عليه وعلى قائم آل محمد ذكرنا خروج القائم عليه السلام عند صادق فقلت له كيف لنا أن نعلم ذلك قال يصبح أحدكم وتحت رأسه تحت الوسادة وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة هكذا تبلغ قوات الحلقة ليس بالضرورة أن يكون المعنى بهذه الطريقة الحرفية إذ ربما قد لا يتحقق الكتمان الكامل في هذه الصورة إلا إذا كانت الرعاية الغيبية موجودة موجودة في جميع اتجاهات هذه التفاصيل المذكورة هناك اتصال مباشر مع قوات الحلقة ولكن بمستوى هو دون مستوى الاتصال المباشر مع الأمة المعدودة مع القيادات كيف لنا أن نعلم ذلك من أن الإمامة قد ظهر وأعلن الظهور ومن أننا يجب علينا أن نلتحق به قال يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة هؤلاء البعض منهم يلتحق بمكة قبل الظهور والبعض منهم يأتي اتباعاً لأن بعضهم يلتحق بمكة قبل الظهور بالأسباب الطبيعية وبعضهم يلتحق بالأسباب غير الطبيعية وهكذا البقية الذين يتابعون رحلتهم باتجاه إمام زمانهم في أرض الحجاز ومن المصدر نفسه في الصفحة السابعة والستين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثامن عشر بسنده بسند الصدوق عن أبان ابن تغلب قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أول من يبايع القائم عليه السلام جبرائيل في مكة ينزل في صورة طير أبيض في صورة طير أبيض ليس الحديث عن طير كهذه الطيور صحيح ورد في الروايات والأحاديث أن الملائكة قد تتصور بصور الطيور هذا موجود في رواياتنا لكن الرواية لا تتحدث عن هذا المعنى وإنما سيتجلى جبرائيل بصورة مخلوق قادر على الطيران إنه مخلوق طائر وليس الحديث هنا عن طير كهذه الطيور التي تعيش بيننا أول من يبايع القائم جبرائيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس أي طير هذا أي طير هذا إنه مخلوق في أجمل صورة يمكن أن تكون مخلوق طائر وليس المراد من أنه يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس إنما ستكون له حكومة سيكون متسلطا على كل الطاقة الموجودة في منطقة الظهور وعلى كل أجهزة المعلومات ستكون له حوكمة على الحوكمة في هذه المنطقة أليس هناك من حوكمة الكترونية ستكون لجبرائيل حوكمة فوق كل الحوكمات فهو الذي سيهيمن على هذه المنطقة على منطقة الظهور ألا تلاحظون أنني في الحلقات الماضية بل في كل برامجي أؤكد على منطقة الظهور التي هي العراق وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا ومصر والسعودية واليمن ودول الخليج العربي هذه منطقة الظهور ألا تلاحظون أن جبرائيل يضع سلطته وهيمنته على حدود هذه المنطقة ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس فأي طائر هذا إذا كنتم تتصورون أن جبرائيل يتصور بصورة حمامة مثلا ثم ينادي بصوت طلق ذلق إنه يهيمن على كل أجهزة الإعلام يهيمن على كل أجهزة الاتصالات يستطيع أن يتصرف فيها برغم كل الحكومات ودوائر الاستخبارات والمؤسسات التي تهيمن على تلك الوسائل والآلات والأجهزة ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله هذا هو صاحب الأمر صورة عجيبة هذه الصورة وجميلة في الوقت نفسه حينئذ ستتهيأ الأرضية لحماس لم تشهد الأرض مثيلا له حماس الأمة المعدودة وحماس الحلقة قوات النخبة الخاصة بإمام زماننا حينما يرون هذا الكائن الذي ما شاهدوه قبل هذه الساعة إنه جبرايل هذا هو معلم الأنبياء وعبد محمد وآل محمد هذا عبدهم عبد محمد وآل محمد إنه معلم الأنبياء أستاذ الرسل ولكنه عبد في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أول من يبايع القائم جبرايل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس في فلسطين في القدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق يسمعه الخلائق يسمعه الخلائق أتى أمر الله فلا تستعجلوه نذهب إلى فاصل اللهم يسمعه الخلائق يسمعه الخلائق يسمعه الخلائق يا سريخ المستسرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيبة دعوة المضطرين سبحانك يا عين يا جار المدين يا جار المدين يا جار المدين خلصنا من أننا وقت الحلقة انتهى لكنني سأختم حديثي بما جاء مذكورا في الجزء الثاني من تفسير العياشي إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين إنه الحديث التسعون عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة المراد من ظهر الكعبة مما يجاورها فالكعبة ليس لها من ظهر إذا كان الحديث عن الكعبة إلا إذا أردنا أن نعتبر جهة الحجر الأسود وجها للكعبة فسيكون ظهرها من الجهة الثانية وإلا فإن الكعبة هندسة مكعبة مكعبة لا ظهر لها ولكن يراد من هذا التعبير ما جاورها ما كان مجاورا لها وفي نسخة نقل عنها صاحب تفسير البرهان وقد تكون النسخة التي نقل عنها صاحب تفسير البرهان قد تكون نسخة أصح من هذه النسخة التي أقرأ منها إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا هذه صورة من صور الرجعة العجيبة الرجعة العظيمة تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي لكن الرجعة العجيبة لها صور لها حالات تتحقق في زمان العصر القائمي وهذه لقطة من لقطات الرجعة العجيبة إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا خمسة عشرة من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف إنهم أصحاب الكهف بأجمعهم ويوشع وصي موسى إنه وصي موسى بعد موت هارون وإلا فإن وصي موسى الأول هو هارون ومات هارون في حياة موسى فصار الوصي من بعده يوشع يوشع ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري من صحابة النبي إنه الوحيد الذي رجع بعد أن فر الصحابة وأبو دجانة أيضا فره من ساعة المعركة في واقعة أحد لم يبقى مع رسول الله إلا أمير المؤمنين ولكن أبا دجانة رجع بعد أن فر وقاتل بجانب أمير المؤمنين إلى أن قتل واستشهد رضوان الله تعالى عليه هذا هذا وفاء من محمد وآل محمد لوفاء أبي دجانة ولذا فإن أبا دجانة سيكون من الراجعين مع قائم آل محمد أبا دجانة وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشتر كان لي مالك يقول أمير المؤمنين كما كنت لرسول الله أيهت منزلة لهذا الرجل وقت الحلقة صار طويلاً تجاوزنا الوقت الرسمي للحلقة نلتقي غداً إن شاء الله تعالى سأحدثكم في الحلقات القادمة إن وفقت لذلك عن الرجعتين عن الرجعة العجيبة وعن الرجعة العظيمة وهذه صورة من صور الرجعة العجيبة التي ستتحقق في الزمان القائمي نلتقي غداً إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أعداء صاحب الزمان والذين سيحاولون منعه من أن يدخل إلى النجف أو كربلاء بتريون هم 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 والهوى والهوى بتري وهذا هو الفارق فيما بيننا وبينهم سألكم دعا جميعاً في أمان الله وأستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة في الحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون ترجمة نانسي قنقر